مرحبا أنا أسما ومعي اليوم زميلتي تغريد أهلاً فيكم التمرين لعشرين دقيقة وهي المستوى الثاني ما بعد التمرين لعشر دقائق خلال التمرين ممكن تحس جسمك أدفى نفسك صار أتقل شوي بس المهم ما يكون عندك ألم خلي التمرين بالأيام اللي بتحس حالك فيها أحسن وبالأيام الثانية خفف التمرين شوي راح نبلش التمرين من وضعية الجلوس وشوي شوي حنزيد لنوقف لازم يكون هدفك تعمل التمرين بشكل يومي بالذات تمارين التنفس وهلأ أول إشي لازم نتأكد أنه كل شيء منحتاجه موجود عندنا لليوم راح نحتاج كرسي ثابت وممكن وسادة لللي بيحب يريح ظهره وبالنسبة للأوزان عشان تمارين التقوية ممكن نستخدم معلبات من البيت أو ممكن أناني مي مع بيا أو إذا عندكم دامبلز خفيفة ممكن تخلي جنبك تليفونك والأدوية اللي بتحتاجها وكاسة مي لازم نقعد خلال التمرين باستقامة ونخلي ظهرنا مشدود خلال التمرين أنا وزميلتي تغريد راح نكون لابسين ماسك عشان السوشيال دستانسين يعني التباعد الاجتماعي لأنه إحنا بمكان ديء ولازم نحافظ على التباعد بهذا المكان لا يفضل ارتداء الكمال خلال التمرين طبعا وهلأ راح نبدأ بتمرين الإحماء راح نيجي لقدام شوي على الكرسي ونحرك رجلينة لفوق بهاي الطريقة نحاول نرفعها قد ما نقدر ونحافظ على ظهرنا مستقيم ندخل حركة الإيدين مع رجلينة بهذا الشكل ورح نكررها عشر مرات التمرين لبعده راح نحرك الراس من اليمين لليسار راح نكرره ثلاث مرات التمرين لبعده راح نحرك الأكتاف لفوق لورا ولتحت راح نكرره خمس مرات نحافظ على ظهرنا مستقيم ونحرك الكتاف بهذا الشكل التمرين لبعده راح نحط إيدنا على ركبتنا المعاكسة ونلف بنفس الاتجاه نبدل الإيدين ونلف لورا راح نكرره خمس مرات التمرين لبعده نجي لقدام شوي راح نميل لليمين ولليسار بهذا الشكل والمهم ما يكون ظهرنا ما يلا قدام خلال التمرين الحركة للجم فقط راح تكون راح نكرره خمس مرات تمرين اللي بعده راح نرفع القدم مرة على الأصابع ومر على الكعب وراح نكرره خمس مرات هلأ راح ننتقل لوضعية الوقوف وللي ما بقدر ممكن يضل قاعد وراح نرجع نرفع إيدنا بهذا الشكل وراح نكرر عشر مرات نستخدم إيدنا تمرين اللي بعده راح ننمس بطرف أصابع رجلين لليمين ولليسار بهاي الطريقة وراح نكرره عشر مرات نرجع لتمريننا زي مشيت العسكرين نحرك إيدنا ورجلانا لفوق بهذا الشكل قد ما نقدر نحاول نكرره عشر مرات كمان مرة تمرين اللي بعده راح ننقل الوزن من الرجل اليمين للرجل اليسار وراح نكرره عشر مرات وللي بقعده على كرسي ممكن ينقل وزنهم من جمب للآخر مثل ما بتعمل زميلة تغريد نرجع مرة تانية لمشيت العسكري نحرك إيدنا ورجلانا بشكل منتظم لفوق وراح نكرره كمان مرة عشر مرات نحاول ما نحبس النفس خلال التمرين هذا أهم إشي هلأ التمرين اللي بعده راح نفتح رجلنا للجمب ناخد خطوة للجمب ونرجع رجلنا للنص راح نكرره عشر مرات ممكن ندخل حركة الإيدين بهاي الطريقة نرفع إيدنا لفوق لنزيد الحركة خلال التمرين واللي بيلاقيها صعبة ما في مشكلة يستغني عنها نرجع مرة تانية لمشيت العسكري حركة الإيدين والنفس أهم إشي ونكرره برضو عشر مرات إذا تعبتوا خففوا حركة الإيدين شوي بس المهم ما توقفوا التمرين اللي بعده راح نمسك بطرف الكرسي وننزل زي كأنه بدنا نقعد حاول نفرط ظهرنا بالنزلة ولما نطلع لفوق نشد حالنا باستقامة المهم أصابعنا ما تغطيها الركب أصابع رجلنا ما تغطيها الركب بيكون الركب لوراه راح نكررها عشر مرات واللي ما بيقدر ممكن يسوي مثل زميلتي تغريد قدر الإمكان أو من هو وقعد نرجع مرة تانية لتمريننا مشيت العسكري نحرك إيدين ورجلين راح نخفف الحركة شوي شوي نبطق حركة الإيدين لحد ما نوقفها نبطق حركة الرجلين أكتر لحد ما تصير الحركة فقط بالقدم ممتاز وهيك أنهينا تمرين الإحماء وهلأ راح نبدأ بتمرين التوازن راح نمسك بطرف الكرسي ونرفع حالنا على أطراف أصابعنا راح نكررها عشر مرات المهم نرفعها بشكل مستقيم وممكن تستخدموا إيد وحدة إيدتين أو مجرد أصبع على حسب الديب تحتاجه مساعدة تمرين اللي بعده راح نجيب رجل قدام الثاني بهاي الطريقة ونثبت راح نثبت عشر ثواني هلأ راح نرجع للنص نرجع بنفس الرجل نجيبها لقدام قدام الرجل الثانية الكعب مقابل للأصابع ونثبت عشر ثواني ممتاز هلأ نبدل الرجل نجيبها لقدام ونثبت عشر ثواني بمقدار التوازن اللي بتحتاجه إيد وحدة إيدتين أو مجرد أصبع اللي بيناسبكم نرجع رجلنا نريح شوي مرة تانية نجيبها لقدام ونثبت عشر ثواني ممتاز تمرين اللي بعده راح نوقف ع الرجل وحدة ونجيب رجلنا لقدام للجنب نركيها ع الرجل الثانية أو من وراء اختاروا الطريقة اللي بتناسبكم ومدى المساعدة اللي بيكفيكم تمسكوا بإيد وحدة أو بإيدتين اللي بيناسبكم راح نثبت شوي على كل رجل ونبدل الرجل الثانية نص الشي وإحنا عادين على الكرسي راح نثبت الرجل ونرفع التانية بهاي الطريقة وامتاز وهيك منكون خلصنا تمارين التوازن وهلأ راح نبدأ بتمارين التقوية نيجي لقدام شوي نحمل الأوزان اللي اختارناها راح نمسكها ونرفع إيدنا بهاي الطريقة لورا ونجيبها لقدام نحاول ندمج النفس ناخد نفس لما نرجع لورا ونطلعه لما نيجي لقدام راح نكررها عشر مرات وطبعا السرعة اللي بتناسبكم امشوا فيها ما فيها أي مشاكل تقدروا توقفوا الفيديو إذا حسيتوا إنه كتير سريع أو إذا كان بطيء بالنسبة لكم ما فيه أي مشكلة سووا بالسرعة اللي بتناسبكم نمسك وزن واحد نحطوا بين رجلينة بهاي الطريقة ونرفعوا زي كأنه منسحب شيء باتجاه الوجه راح نكرروا كمان عشر مرات المهم نحافظ على استقامة الظهر والنفس خلال التمارين ممتاز التمارين اللي بعده نرجع لورا شوي ونرفع رجلنا باستقامة نحاول نثبت 3 ثواني لفوق وننزل بهدوء إذا كان صعب بالنسبة لكم نثبتوا 3 ثواني ممكن ترفعوا شوي وتنزلوا ما فيه أي مشاكل بس نحاول نرفع رجلنا باستقامة وطبعا تكرارها عشر مرات بتقدروا تسووا القدر اللي بناسبكم واللي بترتاحوا فيه حاولوا قد ما تقدروا حنرجع نمسك الوزن بأدين التنتين نجي له قدام شوي ورح نتني إيدينا بهاي الطريقة لفوق باتجاه الكتف وننزلها شوي شوي رح نكررها عشر مرات حاولوا قد ما تقدروا بس لا تشدوا على حالكم كتير ممتاز تمرين اللي بعده رح نرجع إيدينا لورا بهاي الطريقة نحافظ على استقامة الظهر إيدينا بس اللي رح ترجع مع نميل ظهرنا لقدام حركة الإيدان واضحة من الجنب مع زميلتي تغريد الظهر مستقيم والحركة من الذراعين فقط وراح نكرره عشر مرات نحط الأوزان على الجنب ونبلش بالتمرين اللي بعده اللي هو القيام والجلوس نحاول قد ما نقدر رح نوقف ونقعد عشر مرات اللي ما بقدروا ممكن يسويه مثل زميلتي تغريد يحاولوا قدر الإمكان إنه ياخدوا وضعية القيام بعدين يعودوا شوي شوي ما في مشكلة نحاول نكررها عشر مرات أو أد ما نقدر وهيك ما نكون خلصنا تمارين التقوية وهلأ رح نبدأ بتمارين التنفس ناخد نفس متوسط من أنفنا شوي شوي ونطلعه بقوة من عضلات بطننا نحاول نشدح لبطننا ونطلع النفس رح نكرره ثلاث مرات بهاي الطريقة التمرين اللي بعده رح يكون النفس أحدى ناخده ونطلعه زي كأنه مننفخ على شمعة بهدوء وراح نكرره ثلاث مرات ممتاز وهيك خلصنا تمارين التنفس وآخر شي معنا اليوم تمارين الاستطالة رح نيجي لقدام شوي نفرد رجلنا وركبتنا ناخد مشط الرجل باتجاه الجسم ونضغط على الرجل التانية بهاي الطريقة لحد ما نحس بشد بعض ضلات رجلنا الخلفية رح نثبت ثلاثين ثانية نحاول قد ما نقدر نبدل الرجلين بنفس الطريقة نفرد رجلنا نفرد الركب مضبوط ومشط الرجل نسحبه باتجاه جسمنا ونثبت ثلاثين ثانية أهم شي نحافظ على النفس وما نحبسه خلال التمرين التمرين اللي بعده رح نشبك أصابعنا قدام وجهنا ونتخيل زيك إنه حضنين شجرة كبيرة نبعد كوعنا عن بعض قد ما نقدر ورح نثبت ثلاثين ثانية برضه نريح شوي هلأ رح ناخد كوعنا لورا بهاي الطريقة زي كأنه منفتح الصدر قد ما نقدر نحاول نشد كوعنا باتجاه بعض لورا ونثبت ثلاثين ثانية برضه نحافظ على النفس بهدوء ممتاز هلأ رح ناخد إيدنا لورا بهاي الطريقة نتنيها لورا ونمسكها بالإيد الثانية نحاول نخلي راسنا مستقيم ما نخلي إيدنا تضغط على راسنا أو رأبتنا نحافظ على استقامة الظهر كمان ونتبت ثلاثين ثانية نفك بهدوء ونبدل الإيد نمسك بنفس الطريقة أهم شيء ما نضغط على راسنا أو رأبتنا نحاول قدر الإمكان تكون إيدنا عالية عنها ونحافظ على استقامة الظهر والنفس بهدوء وبرضو رح نتبت ثلاثين ثانية نريح شوي شوي هلأ آخر شي معنا رح نتنفس بهدوء مع رفع الإيدين لفوق ناخد نفس عميق ونطلعو لما ننزل إيدنا لتحت ناخد نفس ورها تانية ممتاز ونطلعو على برة بهدوء آخر مرة ممتاز وهيك منكون خلصنا تمارين الاستطالة وهيك منكون خلصنا تمارين العشرين دقيقة لليوم إذا حسيتوا تماريننا لليوم سهلة وبسيطة بالنسبة لكم ممكن تتحدوا نفسكم وتنتقلوا معنا لتمارين الثلاثين دقيقة يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر